طيب هل فعلاً فيه زي ما بيقوله أنواع كتيرة مثلاً 200 أو 300 نوع من لغة الإشارة؟ آه لغة الإشارة موجودة منها 300 لغة إشارة حول العالم يعني احنا هنا في مصر لغة، في السعودية لغة، في الصين لغة، في الهند لغة لا احنا ما اتفقناش على كده لغة ثلاث شهور تقول تيه ثلاث شهور تتعلمها لا تتعلمي لغة الإشارة العربية آه أوكي طيب والسعودية عربي عربي بس أنت هنا في مصر تتعلمي اللي في مصر هنا آه أصدق العمي أنت عايزة آه عايزة تتعلمي بقى لغة الإشارة بقى العالمية يبقى دي حاجة تانية يعني أنا مثلاً أنا كسارة أعرف لغة الإشارة العربية هنا في مصر وأعرف كمان لغة الإشارة الخليجية يعني الخليج أقدر أتكلم معي بلغة الإشارة وده معناه أن أنت لازم تكوني بتفهمي خليجي صح؟ لازم أكون أنا متواصلة مع شخص أصلاً أصمخ خليجي ما هو اللي يعلمني أنا عشت برا أصلاً في الخليج فتعلمت حتى كمان أعرف لغة الإنجليزية عشان برضو بتواصل بقى على سوشيال ميديا معصوم كتير قوي من الدول المختلفة ودلوقتي بدأت شوية أتعلم اللغة الهندية بس الواحد بيحاولي طب سؤال أنت علشان تتعلمي لغة الإشارة بتاعة اللغات دي لازم تكون عندك اللغة أصلاً وأنت بتتكلمي؟ لازم في الأساس يبقى معندي اللغة بتاعتي بس هقولك على حالي لا أعرضي اللغة الإنجليزية لو مثلاً أنت مش شارك لا 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 خالص يعني أنا ما عرفش هندي طبعاً إزاي هنفهم؟ أنا ما عرفش أتكلم هندي بالتنمية إزاي وانت مش شاركة بعد كلمة؟ أنا ما ليش دعوة بدأ أنا لي دعوة أن أنا بتكلم مع شخص أصم هندي بيكلم معي في موضوع أنا بفهمك بنعرف نتكلم مع بعض في همزة وصل أنه هو بيحاول معي باللغة بتاعتي واللغة بتاعته ونوصلها ونوصل للنقطة اللي إحنا عايزين نفهمها مع بعض